مرحبا فيك وفيك. لو سمحت اذا كنت جديد في القناة اشتراك وفعل الجرس ليو سلاك كل جديد. طاقتك انت يا برج الحمل. انت حاليا في الطاقة العجلة الحظ. حسنا انه انت تكون حسس نفسك يوم بتكون ناسي هذا الشخص. ويوم بتكون متذكرة. يعني انت بين بتحسطها طاقتك ومبسوط وسعيد. وفجأة بتقعد بتركز في كل الاحداث وبتغيد كل الاحداث بتكررها مسلا من حد ما بلشته في العلاقة لحد ما انتهت العلاقة. او ازا يعني طبعا لبعض منكم ازا انتم في انفصال. وازا انتم مع بعض انت حاسس ان مشارك اتجاه الشخص احيانا بتزيد اللفة عليه واحيانا بتقل مسلا التصرفاته او اي شيء اه بيخليها تقل انه مسلا هو مهمل او اه متجاهلك ازا انتم في العلاقة ازا انتم منفسقين فانت حاليا بتدير هاي العلاقة وانت كمان تخليها تركها لله تركها بالحظ وازا في نصيب انكو تلتقو مسلا راح تلتقو ازا ما في نصيب يعني ما اؤمن بالقدر وازا ما في نصيب انه ما تلتقو ما راح تلتقو هيك انت اه انت شاف ان هذا الشخص هو الحب اللي انت بتتمنى او الحب اللي انت كنت بتدور عليه اه من فترة طويلة وانت حابب تستقر مع هذا الشخص عندك حب الى مش طبيع واحتمال انه انت دخلت بعلاقة جديد وكأنه الحظ لعب معك شوي تيميلا لبعض منكم طبعا بعض احتمالات يعني لانه اكتر من شخص بيشاهد القراءة خلينا نشوف طاقته وازعلان جدا انا مبين عندي طاقته هون كمان زعلان وازعلانه بعيد في حساباته وهون برض اه عندي طاقته انه هو بعيد في الحسابات كلها من ناحية العلاقة وازعلان عليك جدا جدا هو حاسس نفسه انه خسرك خلص يعني خسرك اه 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 هو زعلان جدا جدا زعلان عليك وفي طاقته مش مبسوط نهائي يعني هو في طاقته المحاسبة مع النفس وادمان على شيء ما اه عنده طاقت زعل وهو عارف انه خسرك هو عارف انه خلص انت زي جاب اخرك وهو زعلان كتير وهو بيفكر في كل اشي صار انت قدمت له ايام وهو كان متجاهله وكان متنشه اه كان لاحق شيء اخر او لاحق مسلا عمله اه كان دائما انت مسلا تقدمه اه يرفض او هو يتجاهل لانه هو عارف انه انت اه متمسك فيه متمسك فيه لاخر لحزة هيك هو كان بيتجاهلك وهو هو قادر يصالحك على فكرة الشخص هذا بس الزعل يمخليه انه ما ينتبه انه في طريقة ما يحل هاي المشكلة ما عنده ادراك نهائيا هو شخص لما يدخل بالمسلا موجة الزعل بيضل فيها على فترة طويلة وهو فعلا بيضل فترة طويلة في الزعل وبحاول يطلع من الزعل بس هو مش قادر واحتمال زعلان لان انت يمكن تركته فجأة خلينا نشوف لكن انت بتحبه انت حاس المصير هو انتو مصير كل اتنين تلت قوم مع بعض وانت حتما تكون حاس انه هو يعني مش صدفة انت لقاته انت لقاته لو انه هو كاملك هو نصك التاني وانت حاسس انه هو نصك التاني ويمكن تكون انت توقم شو عنا طيب خلينا نشوف طاقته حاليا هو في هو متكتف وهو مش عارف زي ما حكيت لك بالاول بالطاقة طيبة هو مش عارف كيف يفك هالازمة او كيف يلاقي حل لانفصاله عنك او او اللي تباعد عنك او انت اللي تباعدت عنه على فكرة مش خولت انت اللي تباعدت عنه انت عطيته بالمتين وحملت حالك سكرت البار خطيته بلوك اه سكرت وراك وماء اتطلعت وراك انه انت تقريبا هذا الشخص عزبك لدرجة كبيرة لانه هو في تفكيره بيراجع بالذكريات وبحس انه عمل معاك اكتر من موقف يعني عدة مواقف خلتك تشعر بالخطلان من ناحيته وانه هو ضيع فرص كتير من ناحيته انه من ناحيتك عفوا انه انت عطيته اكتر من فرصة وكان يضيع هيا الفرص يعني بالوقت انه يخلي كل شيء للزمن للوقت للزمن للوقت فانت خلص ازاي فاضت فيك وحابب وحبت انه تفض هيا العلاقة كلياتها بمواجهة هذا الشخص فهو على فكرة الشخص هذا عقله عنده عقله صار آآ ضغط في التفكير من ناحيتك انت بفكر في الكلام اللي صار بفكر في المبادرات اللي انت بادرتها والتجالب اللي هو عملك كل اشي بيغيد في العلاقة من اول ما بلشته مع بعض في العلاقة لحد ما انتهت العلاقة لان انا شايف البعض منكم وحتى الاغربية انتم في انفصال تام خلينا اشوف لها ان الشخص هذا عقله يكاد ان ينفجر من التفكير فيك وانه متباعد يمكن انت شايف انه متباعد ومسلا انت بفكر انه ما بفكر فيك نهائيا ولكنه ما بفكر فيك اصلا انت ما بفكر ولا في اي شيء اخر الا بفكر فيك انت في العلاقة وكيف اللي صار من انفصاله وكل هادي الامور بفكر فيها. عن فكرة انته لازم يسير بينك تسامح زي ما حكيت لك الشخص هذا بتمنى انه تسامحه لانه حاليا ضميره معزبة وكمانه بفكر في كل اشي صار بناتكو. يعني هم بيحكو لك انه تسامح عندما تطلب صراحك وتصفه بالماضي ستختبر المزيد من الحب في لحظاتك السابقة. يعني هم بيحكو لك انه انت لما تسامح هذا الشخص راح تعرف ازا هذا الشخص هو كان يحبك من اللحظات ان ما تنسى القلم اللي وجه لك اياه هذا الشخص وتتذكر في بعض اللحظات انه هذا الشخص آآ في لحظات معينة هي بتستكلك ان هذا الشخص كان يحبك لكن هو شخص ممكن غير مدرك لافعاله فقط. يعني هو مش مدرك انه مثلا ازا تجاهلك انت راح تروح وما ترجع. آآ ازا مش مدرك ازا هو نشغل عنك وخلاك اخر اولوياته ان انت راح تحب اول اولوياتك انك تنسى هذا الشخص. وما كانش مدرك كل هذا الرح يصير. لهيك هو في حالة المحاسبة مع النفس. وبحاسب نفسه بيقنب نفسه بيقنب ضميره. لهيك هو طاقة يعني تعبان والشخص على فكرة مريض او تعبان نفسيا من الانفصال اللي صار. الشخص التعبان. ومريض. واحتمال انه داخل بحالة نفسية خليته تارك اعماله وتارك اشغاله ومقيد بس بفكرة انه انت الشخص اه خسره. الناس فقال له انت شخص خسره. يعني من الاف. فهم بيحكوا لك هون لازم سير تسامح في هاي العلاقة. التسامح بيخليك انه تنسى شو الشخص هذا عامل فيه وتتذكر له الاشياء الحلوة اللي هو عملها. لما انت تتذكر الاشياء الحلوة اللي هو عملها عكيد راح تصفح عنه وتسامحه. وتدرك انه هذا الشخص كان يحبك. لكن افعاله كانت تسفت لك عكس دلك. طيب. هو كيف شافك ولايش شافك بهاي الطريقة? هو شافك صامت وشافك انك انت انفصلت عنه. لكن هو شافك انه انت صرحت او وضحت له انه انت مسلا ازا ما تغيرت من اتجاهي راح انفصل عنك. انت صرحت له. انت اعطيته الكلام اللي كنت انت كابته جواك. فكيف فحكيت له هذا الاشي وصمتت. وانفصلت عنه نهائيا. التزمت بالصمت. وهو شافك انه كمان انه انت عندك ايمان بربنا انه ازا هو كان خير اليك راح ييجي وازا هو شر انه راح يبعده. لانه شاف انه عندك روحانيات عالية جدا وانت انسان روحاني بدرجة عالية جدا. عندك الحاسة سالسة. كأنك انت حصف على هذا الشخص انه مسلا اه بيتلاعب بتلاعب معي. فانت صرحت له انت كذا 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 فهو تفاجع انه انت كيف صرحت له في هذا الاشي. او كيف يعرفك في نقطة اه زي حصل كشف حقيقة. فهو شايف انه انت شخص اه روحاني لدرجة عندك احساس معني احساس احساس مية بالمية احساسك صادق. فهو شايف انه انت بتقدر تكشفه. لو اجع مسلا اتأسف لك انت راح تحكي له مسلا الاسف يعني اللي راح تتأسف لياه بعده انت راح تكرر الغلط اكتر ازا سمحت عتهمه. فانت كأنه عندك احساس ازا انت سمحت هذا الشخص راح يتمادى اكتر معك وراح يعني راح يعيد كل اشي اللي منه فيك دبل. فهو عارف انه انت واضح او كاشفه. انت كاشفه. انت كاشف هذا الشخص هو عارف. عشان هيك هو متخبي. وعشان هيك هو بيراجع بنفسه بالذكريات كلاياتها. انت شخص تكشف. بالحاس السادسة بتكشف الاشخاص اللي امامك. هيك هو شايفك انه انت صامت وفجأة بتهم. وفجأة بتصمت. وفجأة بتطع تحكي. وفجأة بتصمت. يعني هو شايفك انه انت مش متناقض. لا انت زي ما تحس ان هذا الشخص بلش خطوة مش صح من ناحيتك بتطلع. بتصرح ان انا بعرف ان انت مسلا مش صحيح او انت مش صريح او انت مش واضح او انت اه في حركة مسلا ندالة من وراك او حركة غير صحيحة من وراك. فهو شايفك ان انت كاشف رائع يعني انت كاشفه. كاشف كل العيبة وكاشف كل خطواته. او هو زحق بنفس بنفس الحركات اللي بيعملها بيكررها معي. فهو شايفك ان انت صريح وهو غامض. انت كنت بالوقت اللي كنت لازم تكون فيه غامض كنت صريح وهو في الوقت الكامل لازم تكون فيه صريح هو الغامض يعني عكسك كان. لكنها شايفك بعض الغموض وبعض الوضوح يعني واضح بعض الشاي وغامض بعض الشاي. وبتقدر تكشف الشخص اللي قدامك شو بده يومان. طب هو كيف شايفك? وكيف شار شخصيتك? هو شايفك ان انت مستقر مستقر ماديا او مستقر مع عائلتك من شرق انه نحكي مستقر ماديا يعني انت مسلا ان شاء الله الله بيعط الجميع بيكرم الجميع. لكن هو شايفك انه انت يعني لما نحكي هو شايفك مستقر ماديا احتمال انه انت مسلا موفق بشغل معين. او اهلك مسلا ناس مرتاحين ماديا وانت مسلا سعيد مع اسرتك من خلال انه متوفر لك كل احتياجاتك. واحتمال انه انت شخص تشتغل في عمل اه موفر لك كل احتياجاتك الخاصة. فمشت ان تكون انت يعني في ناس فيكو احنا لا نملك شيء. انت بتملك راحة البال. او اه تملك اخوة يخافوا عليك. او اهل يخافوا عليك. فهذا بيشوفه هو الشخص هذا بيشوفه انت تملك اشي فائق. يعني اشي اكتر من المال. لانه كرتل العشر مقود اجتنق في بنتك هو السعادة والراحة والرخاء. السعادة بين الاهل والاسرة. دماغ تكون انت شخص متزوج وانفصل على هذا الشخص عنك بسبب انه انت في زواج او كشف اه او صرحت له انه انت مسلا ما بتقدر تستخدم مسلا عن اسرتك. او عندك اطفال وانت منفصل يمكن انت شخص على فكرة في انفصال طلاق او او وفاة اه اه زوج او زوجة وعندك اطفال وانت مستقر معهم. وانت وضحت له مسلا انت ما بتقدر تستغنى عن اطفالك. فهو شايفك مستقر عقليا وماديا واحتمال ان تكون انت مستقر اه مع عائلتك. ومسلا اهلك يحبوك امك بتحبك اه اختك اخوك. يعني هادي هو شايفها انه استقرار بالنسبة لك. وهو شايفك انك انت شخص ما بعضت عنه استقريت. دورت عاستقرارك بسرعة. هو بتفشير شخصيتك وشايفك طيب جدا. شايفك شخص صغير لكن عاقل وناضج. وشايفك انه انت زي ما حكيت لك انه انت روحاني جدا. انت عندك حس عالي في انك اه او احساس في الاشخاص اللي امامك انك تكشف نواياهم. وشايفك هيك. وشايفك كمان انه انت بتحب تركز على عملك اكتر ما تركز على العلاقة او العاطفة. او لو حتى بالشخص ازاك انت بتروح تاتجاه نحو انك تركز على عملك او على استقرارك المادي والاسري فقط. يعني مش راح انك انت بتضج مرة واحدة ولكن تصمت مرة واحدة. وهو شايفك انه انت آآ شخصية آآ طيبة جدا هادئة نوعا ما وكمان شايفك انه انت بتحب بتقدم الخير لكل اللي حواليك لكن ازا الشخص حاول يستغل الطيبة فيك او الخير اللي انت بتقدم ليا شفته استغلال انت رح تقطع معاه فور. انت بتقطع. انت بتحبش حد يستغلك. حتى لو انت طيب. انت بتحس ازا الانسان اللي امامك بيستغلك او لا. هو شايفك هيك انت شاطر جدا ما انك صغير في السن. احتمالي بس انا شايف انه في يعني لحظة اشوف في العمر. يمكن فيه فرقات بناتكو. احتمال يكون في فرقات آآ آآ سنين قليلة. بس. بس شخص دعلينا عليك نفسه انه خسرة لبرج الحالة. خميني ارشوف. بنعطيتكم من نصيحة بمنشخ شو خطوطه. شنو هي وشو خطوطه برد لحيزة. بنعطيت كمان نصيحة من الكارت للرومانس. اللون. بس شوف شو بحكول اكبوع. ده رعطيتك كمان كره. طيب. هنبلك لاحظ كيف يؤثر القمر على طاقتك ومظاهرك وتستفيد من هذه الدورات. يعني انت لما فيه آآ فيه طاقة احتمال الشخص هذا مؤثر عليك. على فكرة فيه طاقة انت بتجيك. وبتأثر على نفسيتك. لان عشان هيك بحكي لك انه انت فجأة عندك كالة نفسية وبتحس حالك انك كاله هذا الشخص وما بدك اياه. وفجأة انت بتحس نفسك انك بدك هذا الشخص. دماء بتطاقت هذا الشخص آآ بتكون مؤثر عليك لدرجة بلهم بحكوا انه القمر هو مؤثر على طاقتك. في دورة ما هي بتأثر على طاقتك وبتأثر على آآ شكلك الخارجي. فانا بحكي الارجح واحساسي ان الشخص هذا هو بيخليك تفكر فيه من جدر الطاقة اللي ببعدها طاقة الزعل وطاقة الندم. لهيك انت بتحس حالك انه فجأة مسلا انت مطائق هذا الشخص وفجأة بتحبه. هاي. بدون اي مبررات اي مقدمات. فانت لازم تعمل تسامح. لحتى انت تعرف وضعك في العلاقة. هل بتحب هذا الشخص او لا? يعني لازم تعمل تقييم. اذا عملت تقييم لنفسك. او مش عفو مش لنفسك. للعلاقة. شفت السيئات تبعته وشفت الحسنات تاعته وقيمتهم بالزبط. ازا شفت في الحسنات فيه شغلات ممكن تثبت ان هذا الشخص بتحبك. انت اكيد راح تعرف هذا شخص كيه كان نسبة اه مسلا الحب لك. هل كانت السيئات اكتر وكان مسلا مش بس تجاهل كان استغلالي اه كان مسلا علاقات متعددة. انت راح تعرف من هال العلاقة انت لكن فيها. اكيد راح تقدر تقيم هل هذا الشخص كان يحبك وهو عن جنسة علانة عليه. ولو هو شخص كان مسلا مستغل فقط. هو انا مش شافة انه استغلالي. لذلك انا شافة انه آآ عزبك نفسيا كتير. لحتم انت طهقت وقلت له خلص انا انا مش لعب. بديش الحب ولا بدي اي اشي. فانت تقدر تراجع بكل اشي صار بناه تقوم وتقيم. هل هذا الشخص هو بحبك فعلا ام لا. عشان هيك قولت سامح سامح. وبلش قيم هل هذا الشخص هو بحبك ام لا. طي انت بتعرف هاي قصتك وانت قادرة في المشكلة اللي صارت بناتكو. وانت بتعرف زي هذا الشخص بحبك اوقع انه مستغل لك فقط. اي خذيني اشياء. لا تفعلو سامح. اه اه مشكلة شكلها. الموقف هذا انتظر على زواج. اه انت تكون شخص متزوج او هو شخص متزواج. او انت صراحتو ازا مسلا ما تزواجتني انا اه رح اقطع هالعلاقه. ففي شخص منكو في زواج. او انتو كنتو في زواج وانفصلته عن بعض. طيب. خلينا نشوف اه شخص هادا شنوية وشو الخطلة اللي راح اه قدمها لاحية. طيب. الشخص هادا لما يا انه يصبر عليك. ويزهر لك نفسه بشكل تاني غير اللي انت بتهارفه. احتمال يكون على فكرة فيه فرق بينكم في العمر بس مش كتير. وكمان احتمال يكون انتو من قرية اه عفوا من مدينة وهو من مدينة او قرية. احتمال انت قروي او هو قروي. وكمان هاد الشخص حابب انه الكابر. وفرجيك انه اه شخص مسلا تقيل. وشخص اه مسلا انه شخص يعني شخص عنده عالي. او دفرجيك كبرياء او انه مسلا هو ما بقدرين حياتب امامها العلاقة. لا تكون انت مسلا رفضت تمثل عن زواج صابر. او انت كنت تزوج منفصل عن زواج. فالشخص هذا بده يزير لك بده يظهر انه هو اه خلينا اشوفها اكتر. انا شايف انه بده يرفعل ايجو عنده بس. هذا نوعية. ويقعد رقبك من بعيد ردات فعلك لما انت تشوفها اه مسلا اه هو مسلا اه ما نحزل العلاقة كلها او انه ما عندوش مشاكل منها تترك فهو بده شوف ردت فعلك وبده يتحركش فيك يعني. حركة شايفة. نشوف. الشخص هذا يفرجيك انه هو سكر عالموضوع وانه مش هامه اشي. هاي تمه منهار. هيك انه بدي يفرجيك انه هو شخص سكر عالموضوع بالنسبة الى انتهى الموضوع وانه هو قادر انه يتجاوزك. بس. يعني عندو عالي جدا عن الشخص. مع انه بحالة لا يرسلها. يعني دي. اكتر من هيك شو حاضر افرجيك وين. طيب. هيك نمو. طب شو خط بطن من ناحيتك. الشخص هذا بالضيين هي مرحلة من القلم. و اه. الشخص هادي خب عمت مطعمين. خط بطا وانه مياه نفس الاشي. الشخص هذا. بده اه يعني. يعني بصراحة انه مش بدرجة. هو بدي يفرجيك انه ما صور فيه ولا اي اشي. بده يخب ويعاني انت الشخص هذا. ويزهر لك بشخصية انه اه لازم يكون محول محول الكون بين الساعة. وانه هو مهتم في اعماله. وانه حول اه ابتعادك عنه لنجاح. هو دي فرجيك بس يعني مش سيئة. لكنه الايجه عنده عالي. كأنه بدي فرجيك انه يعني مرحلة هو زي مرحلة انه بدي فرجيك انه انت خسرت هذا الشخص. لكنه عارف انه هو الخسرت. هو عارف قرارك نفسه عارف. لكن هو بدي اه بيهم لك انه هو اه مسلا مرأ في حالة التعب هاي لكن هاي ما اتعبطه او ما ارهقته. بس هو لساته واقف عجري وما انكسر. وبدي فرجيك انه هو اه انهل القلم وبدأ بداية جديدة من ناحيتك. هو مش من ناحيتك من ناحيت نفسه. امامك تقط. يعني يتخبى ورق ناع. ان هو مشهور هو اه هو مسلا محبوب من العالم. وهو واسق في نفسه. ومسلا انت هزد سقطه في نفسه. وطول انت كزا وكزا وكزا. هو لأ بدي فرجيك العكس انه الناس كلها بتحبه وكل الناس حواليه. وهو مسلا شخص ملك. وكل الناس بتبص له بتتفرج عليه. وبديقع تتفرج على الدات فعلا. وهو بس دعاية لك. انه اغلق الموضوع. بس. ما فيش نواية انه يرجع حاليا. لانه هو حاليا تعبان. يعني هو في حالة الاكتئاب بعد الانفصال. يعني هو مكتئب بعد الانفصال. طيب خلينا نشوف الابراج ابن السرطان. وهذا بشوف الاسد. وهو كمان. الجوزاء. حكمال يكون الشخص هذا الجوزاء. حكمال البعض بينكو. وبرج العقرب. حكمال انتو بتتعاملوا مع برج العقرب. بجوزاء. اسد. وفقط. حالة اغراج ابنها. اه شكرا لانكم يا برج الحمل. تحكو لشي وصدقوا في التعليقات. وهل عم جد هذا الصخص انتو تركتون نهائيا. لكنه مش طالع من بينكم. انتو تحسوا حالكم انكم انتو تشفاتوا لكن ترجعوا لورا. بتعود ترجع للذكريات. وترجعوا للتعب النفسي. اه. وهل عجبتكم القراءة وحضو لي تحت التعليقات.